بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور يطيب لي في البداية أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير ونماء وبركة على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأود أن أنقل إليكم جميعاً تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنيات فخامته بالنجاح والتوفيق لمختلف الفعاليات والمناسبات الخاصة بأبنائنا من النشئ والشباب الحضور الكريم أشرف اليوم بحضوري معكم للإحتفال والإحتفاء بيوم اليتيم تلك المناسبة المصرية الخالصة التي ما لبثت أن تحولت إلى أيقونة عالمية لنؤكد للعالم أجمع أننا أمة تحترم الإنسان وتقدره وتعلي من قيمته ومكانته هذا اليوم الذي نعيد فيه تأكيدنا أن النشئ والشباب هم محط رعاية الدولة واهتمامها وفي القلب من مشروعاتها وخطتها فهم درة عقد نسيجنا المصري ولنذكر دائماً أن العمل على سعادتهم وتنميتهم واجبنا جميعاً حكومةً وشعباً في بادرة توثق حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها كافة وتوفير جميع متطلبات الحياة الكريمة لهم ونحن إذ نحتفل معكم اليوم بهذه المناسبة الكريمة أعلن لكم عن مبادرة ها أنا أحقق ذاتي تحت رعاية كريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية حيث تمثل هذه المبادرة إطاراً مجتمعياً متكاملاً يرتكز على تقديم مختلف الخدمات وتزليل جميع المعوقات أمام تمكين أبناء الشعب المصري كافة السادة الحضور لا يخفى علينا جميعاً أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على حماية النشئ والشباب خاصة أبنائنا الأيتام بهدف تنشئتهم تنشئة صحيحة سليمة ضمن منظومة متكاملة ترتكز على مقومات بناء الإنسان صحياً وعلمياً واجتماعياً فهم شباب الغد وبنات المستقبل القريب وعماد الدولة التي تفخر بهم دائماً لذا فالعمل على كل ما يهيئ لهم حياة طبيق بهم وحمايتهم والتكفل بهم من أهم أولوياتنا والتي قد بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاقه مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التي تؤسس لحياة النشئ والشباب كافة والعمل على رعايتهم وجميع الفئات الأشد بإحتياجاً لبناء مواطن مصري لمصر جديدة خالية من الأمراض والجهل والبطانة الحضور الكريم في ظل عصر يموج بالأمراض والأوبئة والحروب وتزداد فيه أعداد الأيتام كان لزاماً علينا العمل وبزل مزيد من الجهد لحماية أبنائنا وصونهم من الانحراف ليكونوا نمازج تخدم وطمها ومجتمعهم واحتفالنا اليوم بهم ومعهم رسالة بأن المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه وأن الشرائع جميعاً جعلت رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها السيدات والسادة الحضور إن يوم اليتيم يأتي كل عام ليعكس مشاعر التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع ويذكرنا بمسؤولياتنا تجاه أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا زويهم ولذا فإن السعي على توفير احتياجاتهم وتمكينهم من متطلبات الحياة ودمجهم في المجتمع ورعايتهم وحفظ حقوقهم واجب تحتمه علينا تعاليم الأديان السماوية وكذا أواصر القربى والشعور بالمسؤولية فهم أبناء مصر مصر الوطن الذي يعطي ويفيد كنيله العزب الذي لم ولن يبخل يوماً بمائه وخيراته على أبنائه فلنكن لهم جميعاً يدعون ترسم البسمة على شفاههم وتحمل لهم نبراساً يضيء مستقبلاً ترجوه آمناً مشرقاً ولم يكن هناك أكثر من تكريم الله لليتيم حين اختار خاتم الرسل وخير الخلق أجمعين ليكون يتيماً ثم ما لبس صلى الله عليه وسلم أن أوصانا جميعاً بهم خيراً الحضور الكريم ها نحن اليوم نحتفل معكم وشعارنا جميعاً ها أنا أحقق ذاتي وفي هذا الإطار فإنني أعلن أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بالبدء في توزيع قروت مجانية يتم تسليمها للنشئ والشباب من أبنائنا الأيتام تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب المنتشرة في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية وممارسة مختلف الأنشطة بها مجاناً ودون أي مقابل في خطوة منها لتشجيع أبنائنا جميعاً على ممارسة الرياضة والفاعليات المختلفة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة التي عملت على مدار السنوات الأخيرة بهدف تحديث وتطوير كثير من هذه المراكز لتقوم بهمتها الأساسية وهي الإسهام في التنشئة الصحيحة والسليمة لأبنائنا وشبابنا معاً وفي الختام أدعو الله أن يحفظ مصر وأبنائها وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير والرشاد وأتمنى لكم جميعاً دوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر